إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن اكترى على الله بتجد من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلكين إن أول بيت مبع للناس للذي ببثة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حس البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين قل يا أهل الكتاب لنتكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تطدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم تهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرزوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكترون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يحتفظ بالله فقد هدي إلى قراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تخفظوا وكيف تكترون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يحتفظ بالله فقد هدي إلى قراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتقوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وانكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنكم على شفا حصرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناء وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما من العالمين وما الله يريد ظلما من العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدماء وثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المثلة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون ليتم سواء من أهل الكتاب أمة صائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والتارعون في الخيران وأولئك من الخالفين وما يفعلوا من خير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أبوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب من ما لهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة السنة فمثل ريح فيها قر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلتت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تستقنوا بطالة من دونكم لا يألونكم قبالا واثدوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفوالهم وما تخصي فدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعتدون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإلى لقوكم قالوا آمنا وإذا قلوا عبوا عليكم الألام لمن الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم لذات الصدور إن تمسستم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتكتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ عتوت من أهلك تبعوا المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت قائفة أنتم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله جدد وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين